السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم رح نحكي أخبار فلكية طبعا رح نتكلم عن انتقال كوكب الزهرة لبرج القوس يوم الجمعة 29 كانون الأول ديسمبر كوكب الزهرة المعروف عنه اللي دائما بنحكي عنه هو السعد الأصغر هو كوكب العطف أو العطفة والحب والانسجام والمال والجاذبية والتفهم والميل الفني والميول الفنية والتجميل وما إلى ذلك ولكن من سلبياته لما بيكون منتحس بعطينا الغيرة وبعطينا العنادة بالنسبة لكوكب الزهرة لما بيكون موجود بالعقرب شوي بيكون أقل تأثيرا ولكن وجوده بالقوس شوي رح يعطي شوي التأثير أكثر الساعة 28 دقيقة من مساء يوم الجمعة بتوقيت جرينيتش رح ينتقل كوكب الزهرة من برج العقرب لبرج القوس ورح يظل موجود في برج القوس لغاية الساعة 58 دقيقة من صباح يوم الثلاثاء 23 واحد خلال الفترة المذكورة بيطرأ تحسن على مظهر موليد برج القوس وبيشعروا بالعاطفة انجذاب أفراد من الجنس الآخر لإلهم وبيستفيد معهم موليد الأبراج النارية الأخرى الحمل الأسد والهوائي الجوزاء والميزان والدلو وكل شخص لما انولد كانت الزهرة موجودة في برج القوس عنده على خارطه الفلكية بالنسبة للأشخاص اللي بينولدوا وبتكون الزهرة موجودة عندهم بالقوس هدول الأشخاص ما عندهم اللي هي الرومانسية القوية يعني مش رومانسيين زيادة عن اللزوم أو انك تطلب منهم الرومانسية هدول الأشخاص بتيجي عندهم العاطفة بشكل عفوي مستحدثة على حسب الظرف على حسب الوضع اللي انت فيه بتشوف عاطفته ولكن انه يكون رومانسي ويجيب الوردة ومش عارف ايش وولع شمعة وهذا الاشي تحلمش فيه بالنسبة عشان نحدد احنا قديش نسبة سعودة ونحوسة الزهرة خلال فترة المقوت هاي اللي راح تستمر من يوم تسعة وعشرين اتناعش ليوم ثلاثة وعشرين واحد لازم نشوف الزوايا ايش الزوايا الاهم اللي راح تتشكل وهل راح تكون ايجابية ولا سلبية وعلى اساسها منحدد انه راح نكسب منها ولا راح تكون عنادة وعصبية ومشاكل وما الى ذلك اول زاوية راح تتشكل هي زاوية راح تكون يوم الاثنين واحد واحد وهي زاوية تربيع سلبية بين الزهرة وبين زحل طبعا تأثير هاي الزاوية بيكون قبلها خمس ايام وبعدها بخمس ايام تنقطع العلاقات العاطفية الضعيفة الى غير رجعة بسبب هاي الزاوية لانه بتزيد من غيرتنا وحبنا للتملك وميلنا للاكتئاب والنزاعات مع محيطنا بالدل برضو دوليا او تأثيرها الخارجي بالدل على تراجع في المنتوج الفلاحي ومنتوج مؤسسات الدولة وصناعات ثقيلة والصناعات الحرافية برضو بسبب الاهمال والتكاسل اللي بيغلب على موظفي هذا القطاع وبتقلل من عطاهم بعض المؤسسات المالية مثل البنوك بتعرف نوع من انواع الاضطراب في المداخل بسبب سوء التدبير والتبذير برضو بيعانوا اللي بيشتغلوا في المجالات الفنية من الكساد وقلة المبيعات وبتقل الحفلات والسهرات بسبب ميل الناس اكثر للتحفظ وبتزيد الالتزام الناس وتقيدهم بالتقاليد والاعراف الاجتماعية اما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية رح تكون يوم الجمعة 19 واحد وهي زاوية التربيع سلبية رح تكون بين الزهرة وبين نبتون برضو تأثيراتها قبل بخمس ايام وبعدها بخمس ايام هاي الزاوية هي تأثيرها نفسي اكثر من انه تأثيرها رح يكون على المحيط لانها هاي زاوية بتذكرنا بمشاكل من الماضي تتعلق بالجوانب الجنسية والعاطفية اللي بتعكر صفونا برضو هاي بتزيد بخلال فترة تشكلها اللي هي بتزيد نسبة التحرش الجنسي واغتصاب الاطفال برضو بتسبب نوع من انواع الارتباك وخيبات الامل في الحياة العاطفية بتشجعنا على استهلاك المفرط للكحوليات والمخدرات الادوية المهدئة او المنشطات دوليا بتدل على تراجع مدخيل الاسطول البحري والصيد البحري والصناعات مثل الصيدلة وكذلك صناعات النسيج والتجميل بسبب تخاذل وتكاسل العاملين بهاي القطاعات والاعمال الفنية اللي تطرح في الاسواق في هاي الفترة ما بتلاقي النجاح المطلوب بل بالعكس ممكن انها تيجي بنتائج عكسية او عكس المتوقع بسبب غياس الحس الفني او ممكن يلاقي بعض الفنانين خيبة امل كبيرة هيك احنا عرفنا انه الزاويتين هدول اللي رايح يتشكلوا واحدة بداية الشهر واحدة تقريبا يعني في نهاية وجودها في برج القوس اذا الفترة اللي بالوسط هاي هي رح تكون تعتمد على تشكل الزوايا ما بين الزهرة وما بين القمر اكثر شيء خلينا نشوف ايش التأثيرات رح تكون على جميع الابراج خلال الفترة القادمة وايش رح يستفيدوا من وجود الزهرة في برج القوس برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل بيستفيدوا في مجال الدراسة الاكاديمية والمواضيع القضائية والسفر البعيد والهجرة وعمليات الاستراد والتصدير بما انه رح يكون موجود في البيت التاسع لالهم وهو بيت داعم لالهم وقوي فعشان هيك احلامك بالسفر البعيد والانتقال لعلم اخر طالما يعني كنت تفكر في هذا الموضوع في هاي الفترة بتجد صدق حقيقي وبتكون ابواب السفر مفتوحة امامك بقوة عليك العمل او ان كان للمجال العمل او للدراسة الاكاديمية العليا رح تكثر الاتصالات الخارجية في هاي الفترة وممكن تتعرف لاشخاص غرباء عنك او اشخاص مقيمين خارج البلاد وممكن يدخل الفرح لقلبك بعلاقة مثلا مع شخص او انثى في خارج البلاد تماما يودع اشخاص مقربين او احبة في هاي الفترة بسبب السفر او الهجرة بتتلقى مساعدات من اشخاص بيقيموا خارج البلاد وممكن تكون هاي المساعدات مادية او معنوية في كثير من الفرص لعقد صفقات او توقيع عقد ناجح وبرضو يعني اللي بتكون عنده دعوة قضائية يمكن الان الدخول فيها وحلها سلميا او رضائيا عاطفيا بتعيش شهر من الحميمية والدفء وبتشعر بقوة عاطفة تجاه جريك العاطفة وبتكون له سند وعون برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور طبعا هنا دخول الزهرة رح يكون على البيت الثامن يعني بيفتح فرصة لمكسب مالي بيجي من تركة او مراث او تعويض او شراكة معينة وثم من يحصل على قرض دخول الزهرة لبيت العقارات ايضا يعتبر هو من البيوت اللي الها علاقة بالعقارات والارض والاموال المشتركة هذا يعني بعطي انه هذا الشهر مناسب للحصول على تعوضات مالية او المطالبة بترقيات على مستوى العمل او تحسين وضع اجتماعي او عملي ما ثم مشروع كنت ممكن انك بدأته من فترة او بدأت تخطط له من فترة بتبدأ بجني اثماره بالفترة هاي ليس سيما انه يعني العطارد خلال الايام القادمة اللي هي بداية الشهر رح ينهي عملية التراجع فرح يدعمك بشكل قوي عاطفيا بتميل الى الاجواء الحميمية وبتعيش شهر من المشاعر الجياشة مع شريك العاطفة وهي الفترة مناسبة لا اعلان خطوبة او زواج مثلا برج الجوزة بالنسبة لموليد برج الجوزة طبعا هنا رح يكون هو موجود مقابلك تماما ويعتبر هذا بيت الشراك المالية والعاطفية بالنسبة للك فبتعززوا الشراكاتكم في العاطفة باتمام خطبة او زفاف وكذلك في مجال العمل المعارضات والمعاكسات اللي كنت بتعيشها بالفترة الماضية رح تجد انها بلشت تتلاشى تذهب لغير رجعة في هذا الشهر بيحملك هذا الشهر كثير من الاجواء الحميمية الدافئة بسبب وجود الزهرة في بيت الشراكة بتخف حدة المواجهات العاطفية بتكون قادر على اظهار مشاعرك بكل وضوح وقادر على ادارة الحوار في اشخاص بيحاولوا تقرب منك تجد فيك شخص جذاب او مغري بتجد نفسك مهتم بمظهرك الخارجي وبتلاقي اطراء عليه من المحيطين من الجنس الاخر ماليا ممكن تتلقى مساعد كبير من الجنس الاخر فمنهم ممكن يعرض عليك المساعدة او الدعم او الدخول بشراكة مالية استفيد ما امكنك من العروض المقدمة للك في هاي الفترة اذا كان عندك اي موضوع قضائي يمكنك حلو بالتراضي في هاي الفترة لانه الامور بتصير لصالحك بالنسبة لموليد برج السرطان طبعا هنا هو موجود في البيت السادس اللي له علاقة بالعمل له علاقة بالصحة علاقة بزملائك بالعمل فهنا بتعزز العلاقة مع زملاء العمل وتتاح الفرصة للاشخاص اللي يبقى ببحثوا عن عمل ولكن يجب الحذر من البدانة او زيادة الوزن بهاي الفترة بتعيش فترة من الاجواء الدافئة في اجواء العمل بتكون محاط بالكثير من الزملاء اللي بيظهروا نوع من انواع المودة ورغبتهم في التواصل معك اذا كان في اي خلاف مع احد الزملاء في العمل اسعى لحل الخلاف لانك بتكون قوة دعم اليك عالية جدا انت وجهة نظرك اللي بتكون طاغية وعندك طاقة ايجابية من حولك لا سيما انه عندك قدرة لكسر الروتين اللي سيطر عليك فيما مضى في نوع من انواع الموعيد مع الحب في وسطك العملي ثم من يحاول التقرب منك من الجنس الاخر بهدف اقامة علاقة حب او صداقة بعيدة عن اجواء العمل الروتيني ولكن احذر من رغبتك الفائضة للأكل والانغماس في ملاذات الطعام لانه زي ما حكينا هاي فترة بتحذر بالسمنة والبدانة برج الاسد بالنسبة لموليد برج الاسد طبعا هذا البيت الخامس لا لكم فبتجتازوا فترة حظ عاطفيا وماليا وبتستفيد النسوة للدخول في الحمل في هاي الفترة يعني اي سيدة عندها رغبة بالحمل او مشاكل بالحمل بهذا الشهر ممكن يصير عندها حمل لو اخذت العلاج او سعت في هذا المجال وجود الزهرة في برج صديق لعيلك بيقدم لك كثير من الفرص الاجابية بتنفتح امامك الابواب المغلقة ممكن تلتقي بشخص بتعيش مع اوقات سعيدة ممكن تتطور هاي العلاقة لتصبح علاقة حب جارفة او تتوج بالزواج او الارتباط الرسمي كل الامور بتصير لمصلحتك الشخصية ممكن تصلك اموال غير محسوبة مثل نقل ملكية هبات هدايا تكريمات ممكن عن طريق الزوج او الزوجة استفيد من الطاقة الايجابية اللي رح تدعمك بهاي الفترة وحاول انك تضع مخطط واضح لطبيعة علاقاتك في هاي الفترة ممكن تكون مشوش في طبيعة علاقتك العاطفية الفترة هاي بتتضح الرؤية بشكل اوفى مرضو هاي الفترة ممتازة للاشخاص اللي بيشتغلوا في المجال الفني او اللي بدهم يعملوا اشياء لها علاقة بالتجميل ولكن بعد انتهاء تراجع طارد يفضل هاد وبرضو فترة جيدة للاهتمام بالشخصية او بالهواية او بكل شيء يتعلق بالجمالية والذوق برج العذراء بالنسبة لموليد برج العذراء بيستفيدوا في مجال العقارات والسكن وبيعززوا الروابط العائلية على الرغم من طبيعتك الصارمة القيادية اللي بترفض الخطأ هاي الفترة بتكون متسامح ودود او بتحاول انك تحل الخلافات بطريقة هادئة ذات طابع محب ولسيما في اطار العائلة ممكن تتقرب من افراد الاسرة وتحاول اشراكهم في تنظيم الامور داخل المنزل هاي الفترة المناسبة لادخال تعديلات او تحسينات جمالية في المنزل ممكن تهتم كثير بشراء التحف او الاشياء الثمينة ويمكنك الدخول في معاملات البيع والشراء بقوة هذا الشهر فيما يتعلق بالعقارات والشقق او استئجار عقار مثلا ممكن يأتيك الكثير من الارباح المالية جراء خصوصا الاشخاص اللي بيشتغلوا في هذا المجال عاطفيا فترة مناسبة لتفرح احد افراد الاسرة ممكن يصير عندك فرح في البيت زي خطبة او زواج او جائزة مثلا او ترقية ممكن تقدم كثير من التنازلات لتفرح الاشخاص اللي بتحبهم برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان بيستفيدوا الطلاب وخصوصا الابتدائي والثانوي في هاي الفترة من الدراسة والامتحانات والفرصة متاحة للاشخاص اللي بيرغبوا في شراء سيارة برضو بتعززوا العلاقة مع الاخوة ومع الجيران على الرغم من طبيعتك الاحترازي والمتردد احيانا في التواصل والتعارف فهذا الشهر بتكون مختلف تماما محب للتواصل والاتصال مع الاخرين بتحاول الخروج من الاجواء التوتر اللي مريت فيها هنا بتجد انه علاقاتك باخوتك واخواتك في افضل حالاتها يمكنك حل اي مشكلة عالقة مع اي شخص برضو التجار اللي بيشتغلوا في التجزئة او بالتجارة المحلية هنا بتعطيهم فرص كبيرة جدا للتبادل التجاري في البيع والشراء وتنشيط الحركة التبادلية والحصول على ارباح كبيرة ابتدعمك الزهرة بشكل قوي جدا للبدء بعلاقة عاطفية حقيقية في هاي الفترة او تدعم علاقاتك القائمة وبتظهر معدنك الطيب برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب طبعا تتاح الفرصة خلال هاي الفترة للمكاسب المالية اللي اغلبها بتيجي من عمل اضافي ما زالت الاجواء الايجابية اللي عشتها الفترة الماضية رغم قلتها بسبب تراجع عطارد وضغط الزوايا الفلكية الا انه الان بتتعزز اكثر وتصير مستمرة اكثر ومحسوسة اكثر على الرغم من وجود بعض المنغصات الصغيرة ولكن وجود الزهرة في بيت مالك بيعزز مركزك المالي بامتياز بيفتح امامك الفرص الكبير لكسب المال واتمام المعاملات المصرفية والدخول في سوق البورصة بقوة فعالة وبتكون نشيط ومتفائل في عملك ممكن تسترجع بعض المستحقات القديمة او الديون المستعصي في هاي الفترة تجد نفسك قادر على التخطيق الجيد لضبط الميزانية والبحث عن طرق مختلف لكسب المال لا سيما بمساعدة ودعم اشخاص من الجنس الاخر عاطفيا ابتمتلئ خلال هاي الفترة بالكثير من المشاعر الفياضة اتجاه من تحب وبتعمل جاهد لارضاء الطرف الاخر لا تتراجع فيما تفكر به خلال هاي الفترة برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس طبعا هم اكثر المستفيدين عاطفيا ماليا فنيا لان دخول الزهرة لبرجك بيعني انك مقبل على فترة من الاجواء الحميمية الدافعة اللي بتجعل منك شخص ودود ومحب وذو مظهر جذاب ومرغوب من الجنس الاخر تم من يحاول التقرب منك والتودد لا اليك بامكانك انك تعزز علاقاتك بشريكك العاطفة ممكن يبدأ العازبون علاقة عاطفية جديدة تلتقي باشخاص بتحبهم تقضي اوقات سعيدة برفقتهم اذا كنت صاحب موهبة ممكن تدعمك الزهرة الموجودة في برجك اللي بتعطيك طاقة عالية جدا وبتظهر تقدم واضح بتميل هاي الفترة لكل ما له علاقة بالتجميل والتزيين ماليا بتمنحك الزهرة كثير من الفرص الحقيقية لكسب المال ولسيما تلك التي تأتي بمساعدة اشخاص من الجنس الاخر حول الاستفادة من هاي الاجواء الفلكية في التخفيف من توترك وانفعالك برج الجدي بالنسبة لموليد برج الجدي طبعا تتاح الفرصة للتعامل مع مؤسسة كبيرة فيه اشخاص ممكن يبدأوا علاقة غرامية خفية من وراء الكواليس وجود الزهرة في بيت متاعبك يعني رغبتك في التكتم والسرية في علاقاتك العاطفية بتكون عالية بتشهد هاي الفترة نشاط عاطفي كبير بعيد عن الآخرين بتحظى بأوقات سعيدة بيزعجك بعض التشهير من أشخاص من الجنس الآخر هناك من يحاول التقرب منك بشكل واضح ممكن تلعب لعبة الصياد معه إذا كنت من أصحاب العلاقات المتوترة عاطفيا احذر من رغبة الشريك في السيطرة وفرض الرأي بالقوة لا تفكر هذا الشهر في إعلان الخطوب أو الزواج لأنه ثم ما هو خفي عنك ممكن يثير غضبك أو انفعالك أجل الموضوع لحديث ما توصل الشمس والزهرة لعندك بيكون أفضل فرصة كبيرة للتعاقد مع شركة ومؤسسة مالية مهمة جدا خلال هذه الفترة عن طريق تعاقد غير معلن حاليا ممكن تجني ثماره الشهر القادم برج الدلو بالنسبة لموليد برج الدلو بينشطوا اجتماعيا وبيتعرفوا على أصدقاء جدد منهم أشخاص ممكن من موليد برج الدلو ينضموا لنادي أو جمعية أو دورة مثلا اللي اضطراب والتوتر وعدم الاستقرار اللي كنت تعاني منه في الفترة الماضية بتشوف أنه بلش يتلاشى في هاي الفترة تجد نفسك مدفوع بقوة لتعزيز علاقاتك الاجتماعية وتقوية الروابط مع الآخرين من خلال مقدرتك على التواصل وخصوصا مع الأصدقاء عندك فترة يعني ممتازة طالما الزهرة موجودة بالقوس بتعطيك القدرة على تحقيق إنجازات وتحسين صورتك الاجتماعية في المحيط اللي انت بتعيش فيه ممكن تتلقى اعتذار من أحد الأشخاص اللي أساؤوا لك فيه أشخاص بيحاولوا التقرب منك في هاي الفترة بتكون محط إعجاب لأنه الأضواء بتكون يعني تسلط عليك في أي مجالب تعمل فيه عاطفيا ثم ما يلوح في الأفق القريب للبدء بعلاقة عاطفية كنت تسعى إليها منذ زمن بعيد برج الحوت بالنسبة لما أوليد برج الحوت طبعا بتتركز استفادتكم من تدعيم مركزكم الاجتماعي والدفع بمصالحكم في مجال العمل لأن وجود الزهرة في بيت العمل والصحة عندك بيفتح أمام كثير من الفرص لتحقيق مشاريعك الخاصة وإظهار أفكارك البناء للعلن شهر من النشاط الحقيقي والعمل المتواصل كثير من اللقاءات اللي بتضع النقاط فيها على الحروف في إنجاز كبير في عملك أيًا كان نوعه بتزداد المسؤولية الملقاة على عاطقك في هاي الفترة ممكن تحس بالتعب أو الارهاق ولكن عندك قدرة على تجاوز ذلك حاول تخفيف من توترك النفسي وابتعد عن المحاكمات غير المسؤولة للآخرين صحياً هاي فترة مناسبة للعمليات الجراحية والتجميلية والتبائع البرامج الغذائية المدروسة عاطفياً بتعيش حالي من الهدوء العاطفي نوعاً ما واللي بتزداد كل ما حاولت فهم الطرف الآخر ولكن من أهم المزايا إنه هذا الشهر كثير من موليد برج الحوت ممكن يحصلوا على ترقية أو ترفيع أو منصب جديد هيك منكون انتهينا من أخبارنا الفلكية طبعاً وفي النهاية منقول والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر